أكدت منظمة الصحة العالمية أن تعديل السياسات الخاصة بالحد من مادة السوديوم الضارة قد ينقذ سبعة ملايين شخص في العالم وحذرت المنظمة مادة من خطر الاستهلاك المفرد لمادة الملح التي يكون عنصر السوديوم الكيميائية المادة الأساسية لها نعم محمد وأظهر تقرير المنظمة أن 73% من دول الأعضاء تفتقر إلى تنفيذ سياسة الحد من السوديوم وأن 5% فقط تتبنى السياسات الإلزامية تجاه هذا الملف وشدد التقرير على أن شعوب البلدان التي لم تتبنى أي سياسة إلزامية للحد من السوديوم يواجه أفرادها خطر الإصابة بالنوبات القلبية السكتات الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية ويقدر متوسط تناول الملح العالمي بقرابة 11 جراما يوميا وهي ضافة الكمية التي توصي بها المنظمة الأممية الاستهلاك الزائد للسوديوم هو عامل الخطر الأكبر لنظام غدائي غير صحي فكل عام يموت نحو مليوني شخص بسبب النمط غير الصحي في نظامهم الغدائي الاستهلاك الزائد للسوديوم يتسبب في ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية بالإضافة إلى السرطان وخاصة سرطان المعدة قررت منظمة الصحة العالمية أن تحدد لنفسها هدفا يتمثل في خفض استهلاك الملح بنسبة 30% لكن لسوء الحد لسنا على المصاري صحيح لتحقيق هذا الهدف لذا فإننا نسعى لفت الانتباه إلى الحاجة الملحة لتسريع الاستجابة السياسية في هذا الخصوص ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ولمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا في الستوديو ندين رياشي أخصائية تغذية صباح الخير ندين وأهلا بك معنا صباح الخير يعني ندين التقرير تحدث عن أنه خفض نسبة تناول السوديوم قد ينقذ حياة 7 ملايين شخص يعني هذا عدد كبير ما هي الأضرار التي قد يسببها التناول أو زيادة في تناول السوديوم؟ لا شك أنه ضغط الدم العالي وارتفاع ضغط الدم هو السبب المباشر لكثر التناول للملح لما نقول ارتفاع ضغط الدم يعني عم نحكي عن أمراض قلب عم نحكي عن جلطات عم نحكي عن أمراض بالكلاوة حتى ما أقولي أثر كمان على الدماغ فهذه المشكلة بتخلينا نوصل لشيء اسمه الموت المفاجئ أو المبكر جراء هيدا ضغط الدم العالي وأسباب كثرة أو جهد القلب نعم ندين الملح في تاريخ البشر يعني الفراعي نخزنوه من 5000 سنة وحتى كان البشر يعمدون إلى متابعة بعض الحيوانات للعثور على الملح متأصل في طعام البشر منذ القدم هل نستطيع الاستغناء عنه أم أن هناك حل بديل نعود من خلاله الملح الغني بالصوديوم؟ لا شك أنه الأكل كتير مذيقه بيكون طيب لما نزيد الملح فينا نستعمل ملح بس فيه كمية مصفية وهي ملقعة ملح وحدة بالنهار أو باليوم هلأ أشارة الأحصاءات أنه 70% من الملح اللي منتناوله هو من المصادر المخفية بالملح يعني مش الملح اللي منزيده على الأكل تبعنا ولا على الطبخة وإلى آخره أكيد فينا نعود عن الملح بكتير مطيبات وبهارات والتيست بات يعني حواث الزوق تتأقلم مع أي تغيير بعد شهر أو شهر ونص إذا بلشنا نخفف شوي شوي منعمل أدابتيشن لتغيير الملح وفينا نزيد بهارات فينا نزيد بودرة التوم الزنجبيل وغيره ندين ذكرت أنه يعني هناك مصادر خفية نتناولها يعني ليس الصوديوم لا يأتي فقط من الملح ملح الطاولة الذي نضيفه إلى الأكل ما هي هذه المنتجات التي نستخدمها ويعني يكون فيها الكثير من الصوديوم ونكون ربما نحن لا نعلم بذلك صح كل شيء مصنع بالمبدأ كثير عالي بالصوديوم كل شيء لونه زهري مثل اللحوم المصنعة ولا المدخنة كثير غنية بالصوديوم كل شيء اسمه شربات جاهزة، مرآت جاهزة، معلبات هذه غنية بالصوديوم للحفظ يعني بيزيدوا كمية الصوديوم مش بس للطعم كرمال يحفظوا الطعام الشيء الغريب أنه في كتير مأكلات فيها ملح ما منحس فيها مثل مثلا المخبوزات والمعجنات البايكينج صودا اللي منزيدوا بالعربة يمكن بيسموه صودا يعني مثل الخميرة هيدا كثير عالي بالصوديوم ما منحس بطعمته يعني كل شيء اسمه بيتزا، معجنات، حتى الخبز منكون عم ناخد كمية كبيرة من الصوديوم بلا ما نكون حتى عارفين ولا حاسين بالمذاق تبعه كل شيء مكبوس ومخلل، غني، الأجبان، الألبان حدث يعني شو بدنا نحكي؟ الخردة، الصوية، كتير أمور فيها ملح ندين بعض ينصح باستعادة عن الملح بالهملايا صوت أو ملح الهملايا وحتى في مسألة احتباس المياه هل هذا كلام دقيق علميا أم أن ملح هملايا لا يختلف بمضاره عن الملح العادي؟ الملح ملح، تغير ألونه، تغير شكله الملح ملح بالنسبة للكونتن تبع السوديوم يعني قد يحتوي على السوديوم ما فيه أبدا أبدا فرقات هلأ الهملايا نصول تشيل وحيد اللي جيد فيه أنه طبيعي، ما أنه خاضي على عمليات نقطة انتهى يعني ما فيها الشيل زيادة الصحة ولا الصحرة أتقول ولكنه ما زال يضر بالصحة لحالة كثرته طيب هل هناك فوائد للسوديوم؟ يعني أيضا الابتعاد عن الأملح بشكل كامل يضر بالإنسان، أليس كذلك؟ صح، صح، مش بيضر الملح هو بالنهاية معدن الجسم بحاجة لأله مثل حيالة معدن خاصة للأعصاب، للمسجز، للعضلات اللي بينشف جسمه مثلا، الشخص اللي عم بيعمل رياضة بينشف الجسم بيفؤد الوعي لهالدرجة جراء نقص البوتاسيوم ولا السوديوم فأكيد عنده كثير فوائد، مش كثير فوائد يعني هيدا فوائده بالمبدأ نادين، أيضا عندما نتحدث عن توقف عن استهلاك الملح بكثرة تنصح أن يكون توقف مفاجئ أما أن التقليل يجب أن يكون عمام مثل السكر مثلا تقليل النسب إلى حين الوصول إلى مرحلة ملعقة صغيرة من الملح ما في رول، ما في رول، فينا نوقف الملح بالنهاية عم ناخده من كتير مصادر يعني الجسم لا يشكل إدمان على الملح ربما ما يفعل مع السكر مش مثل السكر، السكر بيشتغل كتير على أرمونات السعادة وعلى الجهاز 100% الملح أكتر بيخلينا نحس بالمذاق طبعه يعني إذا شلناه بحس واحد أنه أكي الأكل بطل كتير طعم ولذيذ غير كليا عن السكر اللي هو بيور بيشتغل على النظام العصبي فينا نوقفه فجأة، فينا نوقفه تدريجيا كرمال نتعود على الطعم، ما في فرق طب ندين هل تشعرين بأن يعني بحسب خبرتك يعني الناس الذين يلجؤون إليك يعني لتشكيل حمية غذائية معينة هل يعون مدى ضرر الأملاح على الجسم؟ للأسف يعني حتى العالم لي عنده ضغط دم عالي وعم تاخد دواب تقول خلاص ما أنا عم باخد دواس وفيه مرقلج ضغط الدم منهم قوار ومشكلة كمان بالمصادر المخفية يعني بيجع بيقولك أنا عم خفف الملح ما عم زيد على أكله طيب بس شو عم بتاخده بالبديل الفاستفود خاصة نحن بمناطقنا العربية كتير منلجأ للفاستفود ولمعلبات، كل شيء سريع كل شيء إيزي فهون عم نحكي عن كميات كتير كتير كبيرة من الملح ونحن مش قوار منها أبدا نعم أنقل لك بعض النصائح التي نسمعها في بعض الأحيان عن الملح مثلا شرب المياه بكثرة إذا كنت تستهلك كميات كبيرة من الملح قد لربما يخفف من الأثر السلبي أيضا ما مدى صحة هذا الكلام هل هو كلام علمي هل هو كلام دقيق كلام كتير صح كرمال نكب الملح برات الجسم بدنا نشرب ماء تنعمله فلاشنج يعني تنضره برات الجسم سو واحد من علاجات احتباس الماء هو بالنهاية احتباس الماء بيحتبس بحبيبات الملح بالجسم ستنتخلص من الاحتباس يجب نشرب كتير ماء لنكب الماء والملح برات الجسم صح بالنسبة لموضوع الطعام أنك ذكرت بعض اللحومات المصنعة تحتوي على نسبة كبيرة من السوديوم جدا هل في المأكلات الطبيعية بعيدا عن المصنعة أيضا هناك بعض الأطعمة التي لربما تحتوي على كمية عالية من الملح دون أن نعرف عنها كل شي طبيعي ما في ملح يعني فيه تريسز يعني اشياء كتير بسيطة اللي هي مثل حيالا معادن وفيتامينات موجودة بالطعام بس كل شي طبيعي ونحن بنشجع يعني نروح على شي طبيعي أو المجلد بعد عن المعلبات وإلى آخرية لا نقص السوديوم فيه طيب كيف يمكن نشر الوعي بخصوص يعني أضرار السوديوم والأملاح يعني أنا بالنسبة لقلي أول شي بتبلش من المدارس ومن الكافيتيريا والمطاعمة بالمدارس يعني إذا منشوف شو بيحطوا عن جد حرام الشيبس الساندويتشيز شو حيشينهم الأجبان الأشياء المصنعة فالبتبلش من المدرسة الولد كثير بيأثر على الأهل والأهل بيأثره بالتالي كمان الإعلام بيلعب دور كثير مهم يعني في عالم بعدا ما بتعرف تقرأ الملسقات لهو هيدا الألف بي تبع التغذية يعني أنا إذا قلت كيف بدأ أعرف إذا فيه سوديوم ولا ما فيه سوديوم إذا ما عندي وعي كافة لقراءة الملسقات الغذائية مثلا والكمية السليمة لإستخدام السوديوم هي خمس جرامات الملح خمس جرامات سوديوم هو 2.3 جرام شكرا جزيلا لك ندين رياشي أخصائية التغذية شكرا جزيلا لك